بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أرحب بكم أبناء الطلاب الصفة الثالث تأهيلي في مادة الرياضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية وحييكم أنا أستاذ عبدالله مالكي معلم تربية خاصة تخصص عقلية وعلى بركة الله وبه نستعين نبدأ درسنا لهذا اليوم إثراءات لما سبق دراسته في الكتاب المدرسي إذن درسنا أبناء الطلاب تصنيف المنتجات حسب السعر تصنيف المنتجات حسب السعر دعونا أبناء الطلاب أولا نتعرف على هذه العملات النقدية سواء العملات النقدية المعدنية وكذلك العملات النقدية الورقية ونتعرف على ترتيب هذه العملات من الأصغر إلى الأكبر إذن سوف نتعرف على هذه العملات إذن هذه العملات كما تشاهدون عملات نقدية معدنية نتعرف عليها فئة الخمس هلالات وكذلك فئة العشر هلالات وأيضا فئة خمس وعشرون هلالة أو الربع ريال وأيضا فئة خمسون هلالة نصف ريال وكذلك فئة ريال واحد وفئة ريالان إذن هذه ابناء الطلاب هي العملات النقدية المعدنية ننتقل ابناء الطلاب إلى العملات النقدية الورقية نقوم بالترتيبات كما ذكرنا أيضا من الأصغر إلى الأكبر إذن لديه هنا فئة الخمسة ريالات ومن ثم فئة العشر ريالات ومن ثم فئة الخمسون ريال أحسنتم ثم فئة مئة ريال وفئة الخمسمائة ريال إذن هذه ابناء الطلاب هي العملات النقدية المعدنية وكذلك الورقية تعرفنا عليها بالترتيب من الأصغر إلى الأكبر إذن هذه العملات النقدية تصنيف المنتجات حسب السعر إذن هنا في هذا النشاط نريد أن نتعرف حول المنتج وكذلك سعر هذا المنتج وأيهما أقل سعرا حول هذه المنتجات سوف نتعرف من خلال هذا النشاط ابناء الطلاب إذن ضع دائرة حول المنتج الأقل سعرا إذن المطلوب في هذا النشاط ابناء الطلاب المنتج ماذا الأقل سعرا أو الأرخص سعرا إذن لديه هنا المنتج الأقل سعرا نتعرف على المنتجات ومن ثم نتعرف على أسعار هذه المنتجات إذن ابناء الطلاب لديه هنا كما تشاهدون طبق البيض إذن هذا هو منتج البيض وأيضا لديه هنا منتج الحليب السعار هذه المنتجات نتعرف عليها كم هو سعر هذا المنتج طبق البيض أحسنتم 10 ريالات كما تشاهدون مكتوب هنا 10 ريالات إذن هذا هو سعر هذا المنتج 10 ريالات المنتج الثاني منتج الحليب كم سعر هذا المنتج أحسنتم 7 ريالات المطلوب أبناء الطلاب ضع دائرة حول المنتج الأقل سعرا حول المنتج ماذا؟ الأقل سعرا أيهما أقل سعرا هنا منتج البيض أم منتج الحليب ولماذا؟ أحسنتم إذن كما تشاهدون هنا منتج الحليب هو المنتج الأقل سعرا نقوم بوضع دائرة حول منتج الحليب إذن هنا كما تشاهدون سبع ريالات إذن سعر هذا المنتج أقل لماذا هنا لديه عشر ريالات ولديه هنا سبع ريالات إذن المنتج الأقل السعرين هنا هو الحليب بواقع سبع ريالات كما تشاهدون إذن نقوم بوضع دائرة حول هذا المنتج إذن تعرفنا في هذا النشاط على أنواع المنتجات وكذلك أسعار هذه المنتجات ومن ثم قمنا بالمقارنة بين أسعار هذه المنتجات أيهما أقل سعرا وتعرفنا عن المنتج الأقل سعرا كما تشاهدون هنا لديه سبعة ريالات هو سعر الحليب بينما سعر البيض هنا عشر ريالات إذن الأقل سعرا أحسنتم الأقل سعرا هو الحليب إذن نقوم بوضع دائرة حول هذا المنتج إذن نقوم بوضع دائرة حول هذا المنتج أبناء الطلاب تعرفنا على المنتج الأقل سعرا النشاط الثاني لكتاب المدرسي ضع دائرة حول المنتج الأعلى سعرا إذن نتعرف على هذه المنتجات ومن ثم نتعرف على أسعار هذه المنتجات كما تشاهدون لديه هنا أبناء الطلاب في الصورة الأولى حقيبة مدرسية وأيضا لديه هنا علبة الألوان نتعرف على أسعار هذه المنتجات كم هو السعر هذه الحقيبة كم هو السعر هذه الحقيبة أبناء الطلاب كم هو مكتوب أحسنتم خمسون ريال سعر عربة الألوان أحسنتم خمسة عشر ريال إذن المطلوب هنا المنتج الأعلى سعرا إذن المطلوب هنا أبناء الطلاب المنتج الأعلى سعرا أو الأغلى ثمن هنا أيهما أعلى سعرا الحقيبة أم عربة الألوان أحسنتم إذن الأعلى سعرا هو أو هي الحقيبة بواقع 50 ريال كما تشاهدون هنا إذن سعر هذه الحقيبة 50 ريال بينما علبة الألوان سعرها ابناء الطلاب 15 ريال إذن الأعلى سعر هنا أو الأغلى ثمنا كما تشاهدون هو الحقيبة المدرسية كم هو سعر هذه الحقيبة؟ أحسنتم 50 ريال بينما علبة الألوان 15 ريال إذن سعر الحقيبة أغلى من علبة الألوان كما تعرفنا من الطلاب على العملات النقدية الورقية وقمنا بترتيبها من الأصغر إلى الأكبر أيضا يقوم اليمر الطالب بشرح للطالب العملات النقدية وكذلك ترتيب هذه العملات النقدية وأيهما أعلى وأيهما أقل سعرا من الأخرى النشاط الرابع ابناء الطلاب نقوم بحل هذا النشاط وأيضا نتعرف على هذه العملات النقدية وقيمة هذه العملات النقدية أكتب سعر كل منتج حسب النقود التي أمامك إذا كما تشاهدون لديه هنا فئة ما هي هذه العملة النقدية نقرأها أحسنتم واحد ريال العملة النقدية الثانية خمسة ريالات أحسنتم العملة النقدية الورقية الثالثة فئة عشر ريالات أحسنتم إذن أكتب سعر كل منتج حسب النقود التي أمامك لدينا هذه الدونات ابناء الطلاب أو هذا القعب كما تشاهدون سعره حسب السعر الذي أمامك نقوم بحل هذا النشاط ابناء الطلاب إذن سعر هذا المنتج نقوم بكتابته في هذا المربع كما تشاهدون هنا إذن سعر هذه الدونات كما هو سعر هذه الدونات أحسنتم واحد ريال إذن سعرنا هذا المنتج واحد ريال أو ريال واحد كم سعر هذا الخبز هنا ابناء الطلاب أو سعر هذا المنتج أحسنتم إذن سعر هذا المنتج خمسة ريالات أحسنتم كما تشاهدون هنا خمسة ريالات إذن هذا هو سعر المنتج الذي أمامنا خمسة ريالات أو 5 ريال بقي لدينا هذا المنتج هذه الوجبة كم سعر هذه الوجبة التي أمامنا هنا إذن تعرفنا عليها نقوم بكتابة سعر هذا المنتج إذن نقوم بكتابة سعر هذا المنتج كم سعر هذا المنتج أحسنتم 10 ريالات إذن قمنا بنا الطلاب التعرف على هذه المنتجات وكذلك أسعار هذه المنتجات وقمنا بكتابة أسعار المنتجات حسب ما هو مطلوب إذن أكتب سعر كل منتج حسب النقود التي أمامك تعرفنا عن النقود التي أمامنا إذن لدينا هنا فئة 1 ريال أو ريال 1 وهنا 5 ريالات أحسنتم وفئة العشرة ريالات رتبناها من الأسر إلى الأكبر إذن ريال ومن ثم 5 ريال وفئة العشرة ريالات وتعرفنا أيضا على هذه المنتجات وأسعار هذه المنتجات إذن هذه أبناء الطلاب أسعار المنتجات التي أمامنا قمنا بكتابتها وتعرفنا على كذلك على النقود التي أمامنا في النشاط الثالث أبناء الطلاب صل المنتج مع السعر المناسب ثم نتعرف على هذه المنتجات وكذلك الأسعار ومن ثم نقوم بإيصال المنتجات بالأسعار المناسبة التي نرى أنها مناسبة لهذه المنتجات إذن لديه في النشاط الأول كما تشاهدون الصورة الأولى هنا مجموعة من الكتب إذن المنتج هنا مجموعة من الكتب المنتج الثاني أحسنتم الحقيبة كما تشاهدون نقرأ الأسعار لهذه المنتجات إذن لديه هنا 100 ريال ولديه هنا 20 ريال ما هو السعر المناسب لهذه المجموعة من الكتب أحسنتم إذن سعر هذه الكتب 100 ريال نقوم بإيصالها بالسعر المناسب إذن مجموعة الكتب كما تشاهدون لديه هنا مجموعة من الكتب كما تشاهدون لديه هنا مجموعة من الكتب قيمة هذه الكتب تقنيما كما تشاهدون هنا والسعر المناسب لهذه المجموعة 100 ريال الحقيبة هنا إذن السعر المناسب لهذه الحقيبة 20 ريال إذن تعرفنا في النشاط الأول على هذه المنتجات وكذلك الأسعار المناسبة لهذه المنتجات دعونا أيضا نتعرف على هذه المنتجات في النشاط الثاني والفقرة الثانية وكذلك الأسعار المناسبة لهذه المنتجات إذن لديه هنا كما تشاهدون زوج من الأحذية وكذلك قلم الرصاص لديه هنا الأسعار 5 ريالات وهنا 50 ريال إذن نحدد من الطلاب السعر المناسب لهذه المنتجات ما هو السعر المناسب لزوج الأحذية هنا؟ هل هو 5 ريالات أم 50 ريال؟ أحسنتم إذن السعر المناسب لزوج الأحذية أبناء الطلاب هنا 50 ريال 50 ريال إذن نقوم بإيصال هذا المنتج بالسعر المناسب له 50 ريال قلم الرصاص إذن قلم الرصاص السعر المناسب له أبناء الطلاب هو 5 ريالات إذن نقوم بإيصالة بالسعر المناسب له قلم الرصاص هنا 5 ريالات إذن قمنا بنا الطلاب بالتعرف على هذه المنتجات وكذلك الأسعار المناسبة لهذه المنتجات وقمنا بقراءة قيمة هذه المنتجات نقرأ قيمة هذه المنتجات مرة أخرى إذن هنا مجموعة الكتب بقيمة 100 ريال السعر المناسب لها ولدي هنا الحقيبة بقيمة 20 ريال أحسنتم زوج الأحذية كم السعر المناسب له أحسنتم 50 ريال وأيضا قلم الرصاص السعر المناسب له 5 ريالات وفي الختام أشكركم ابناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته